اشتركوا في القناة السلام عليكم شباب شباب احنا النهاردة هنتكلم عن شركة ديمي سبورت الايطالية وعن الاجهزة والخدمات المتاحة من الشركة لان احنا اكتر من مرة يجينا اسئلة ايه الخدمات و ايه الفرق ما بين الاجهزة و ايه مميزات جهاز عن جهاز اخر هنبدأ معاكم بالجهاز الاول لاصحاب الورش المتخصصة هنا جهاز النيوجينيوس هو جهاز نقدر نستخدمه عن طريق فشة الفحص مباشرة عندنا هنا مثلا على سبيل المسال المرسيديس الام بي وان والام بي تو والام بي سري والأو بي دي نقدر نعمل كراءة و اكتابة بالكامل لوحدات التحكم بدون منفق اي شيء من الشاحنة او من السيارة عندنا الجهاز الثاني ده الاصحاب الشاحنات واصحاب السيارات يقدر يمتلك جهاز يقدر يستخدمه لسيارة واحدة فقط ويعمل ريد و ريت ويقدر يعدل على سيارته ويرجح هزا ما كانت في الاول وسعره مناسب ورخيص جدا عندنا الجهاز الرائع لاصحاب الوريش المتخصصة جهاز التراس داتا جهاز التراس داتا نقدر نستخدمه في قراءة وكتابة وحدات التحكم بالكامل وعندنا هنا طبع المرسيديس الام بي فور عشان الغاء البيئة كتير بيستخدموه اللي احنا نقدر نعمل كراءة بالكامل لوحدة التحكم هنا مثلا الام سي ام المحرك او ال اي سي ام الاد بلو الكمبيوتر اد بلو نقدر نعمل كراءة وبعدين بنعدل على ملف ونلغي منها النظام اللي احنا عاوزينه البيئة او غيره وبعدين نرجع نكتبه مرة تانية عندنا نفس الشيء نقدر نعمله على السيرات اخرى زي الفولفو والرينولد هنا عندنا فيشة مباشرة بنوصلها زي ما انتم شايفين ونقدر نعمل كراءة وكتابة بالكامل طبعا هنا عندنا دي اليورو ستة الفولفو والرينول يورو ستة عشان نلغي منها الاد بلو نفس الشيء نقدر نستخدمها بالطريقة ديت تابعونا في الفيديو هنتكلم ونشرح لكم بعض المعلومات التانية بالنسبة للنيو جينيوس والمي جينيوس هو الاستخدام واحد اللي هو عن طريق فيشة الفخص نقدر اللي احنا نوصل مباشرة على الكنترول او العقل اللي احنا عاوزين نعمل له كراءة او كتابة ونقدر نعمل له استنساخ او read or write كراءة او كتابة لملف الفلاش عشان بغرض التعديل او بغرض الغاء مثلا نظام البيئة الفرق ما بين النيو جينيوس اللي هو بيستخدم في الورش ومتعدد البرندات ويشتغل على اكتر من نوع من الشاحنات او المعدات المي جينيوس تعتبر للصاحب الشاحنة او الصائق يقدر يستخدمه لشاحنته او لسيارته يعني انه سيارة واحدة فقط فاللنت نقدر يعمل تعديل ويرجع الملفات الاصلية تانية هذا الفرق ما بين النيو جينيوس والمي جينيوس موسيقى تراث داتا بيجي زي ما انتم شايفين ده الكت الاساسي بيجي معها الوساطات انتم شايفينها دي كلها ده الديمي سبورت تراث داتا ده الانترفيس نفسه جهاز نفسه وده فيش كيبل مهم جدا ده اللي بنقدر نقرأ بيه الكنترولات بدون ما نفتحه اللي هو ال EGBT وعندنا هنا كابل ال OBD واسلاك وواصلات اضافية كل ده بيجي في الكت عندنا كابلات الاختيارية اللي هي طبع المرسيدس هنا طبع ال ACM اللي هو ال ACM وكابل طبع ال MCM طبع المكينة المحرك دول كابلات اضافية اختياري وعندنا كابل تاني مهم جدا اللي هو طبع الفولفو والرينولد طبعا اليورو ستة الحديث ده من نستخدمه في كراءة وكتابة الكنترول طبع الفولفو ونزلنا فيديوهات عليه قبل كده ده كابل مهم جدا يقدر يعمل كراءة وكتابة بالكامل للكنترول بين التراث داتا مستو اللي احنا بنقدر نعمل read و write بدون من فك الكمبيوتر ممكن هو راكب كمان على الشاحنة هنا ده مثلا mcm و mcm و mp4 بنوصل عن طريق زي ما نرى الفيشة خارجية ونقدر نعمل read و write بالكامل الكنترول نقدر نعمله في الكنترولات طبع الفولفو والرينولد نفس الشيء ونوصل الجهاز ونقدر نعمل كراءة وكتابة بالكامل للكنترول الميزة في التراث داتا اللي احنا نقدر نعمل استنساخ بالكامل للكنترول ونقدر نلغي الادبلو system نظام الادبلو او نعمل اي تعديل احنا عزينه على الكنترول شباب زي ما شفتم في الفيديو الفرق ما بين الاجهزة ومميزات كل جهاز عن جهاز اخر انا احب اضيف ليكم شيء مهم وهو خدمة التدريب والدعم الفني احنا يهمنا جدا يكون العملاء بتاعنا على كفاءة عالية ومؤهلين استخدام الاجهزة واستفادوا منها استفادة كاملة عندنا اصطاف مهندسين معانا في مكتب دبي ومكتب مصر وظيفتهم مساعدة عملاءنا على استخدام الاجهزة بطريقة صحيحة وزا ما انتم عارفين احنا عندنا مركز خدمة موجود في الامارات من اكتر من 13 سنة احنا بقلنا في المجال حوالي 17 سنة او 18 سنة تقريبا مركز الخدمة بتاعنا برضو بنعمل فيه دورات تدريبية بنأهل فيها العملاء والكاستومرز بتوعنا احنا بنساعد يعني العملاء على مستوى دول العالم الدول العربية ودول الشرق الاوسط واعتقد فيه منكم اللي شاف خدمتنا المهندسين عندنا الحمد الله عندهم درجة كفاءة عالية مؤهلين ومتدربين عندنا تدريب صحيح على استخدام الاجهزة وتمنى ان شاء الله نشوفك في فيديوهات تانية وان شاء الله خلال الفترة قريبة هننزل فيديوهات تعليمية ويكون فيها تفاصيل اكتر عن الاجهزة وعن البرامج اللي تستخدم في اعادة البرمجة والفحص وشكرا ليكم كان معكم مؤنس اسامة سعيد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة